بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتعلم ان شاء الله في الفيديو ده ازاي نكتب اكس سكويرد كده بالشكل ده او اكس 2 بالشكل ده في برنامج مايكروسوفت اكسل طبعا لو احنا عايزين نكتبها في برنامج الورد زي ما احنا شايفين كده الموضوع ببساطة ان انا بكتب كده اكس 2 وبعدين اختار اللي 2 واجه هنا اختار سوبر سكريبت بالشكل ده بحيث انه يكتبها قص 2 او لو عايز اكتب اكس 2 بختار برضو رقم 2 بالشكل ده وبعدين بضغط هنا على سبسكريبت بس طبعا لو لاحظنا هنا في مايكروسوفت اكسل ان علامة السوبر سكريبت والسبسكريبت مش موجودة فعلشان نعملها الموضوع ببساطة ان احنا هنختار هنا رقم 2 ده وبعدين هنيجي هنا على السهم الصغير ده نضغط عليه هتظهر عندي هنا سوبر سكريبت هاي هختارها وبعدين هضغط اوكي لو انا عايز اكتب اكس 2 نفس الكلام برضو هاختار رقم 2 هنا وبعدين هضغط برضو على السهم الصغير ده وهاختار سبسكريبت وبعدين هضغط اوكي هنلاقيها هتكتبت معنا بالشكل ده اتمنى تكونوا استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته